حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن قيس قال سمعت الحارث بن قيس يحدث أن أبا برزة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمتي لمن يشفع لأكثر من ربيعة ومضر وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون ركنا من أركانها حسن محمد بن أبي عدي عن داود عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن قيس قال كنا عند أبي برزة ليلة فحدث ليلة إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يموت لهم أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته قالوا يا رسول الله وثلاثة قال وثلاثة قال واثنان قال واثنان قال وإن من أمتي لمن يدخل الجنة بشفاعته مثل مضر قال وإن من أمتي لمن يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها ترجمة نانسي قنقر